وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه 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 نورنا اقتلانا والشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال الشيخ محمد بن عبد وهابي رحمه الله تعالى بثلاثة أصول وأدلتها اعلم فرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصة له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون من وحدون وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشيخ وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشيك به شيئا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد لا يزال الكلام في مقدمة هذه الرسالة وكما ذكرت هذا كالمقدمة لأصل الموضوع والقيلة هي من وضع بعض تلاميذة الشيخ وهو خلاصة لكلام الشيخ قدم بين يدي الرسالة وقيل من كلامه أو من تمام الرسالة قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته وهذا فيه أسلوب من الأساليب التي ينبغي أن يستعمل عند دعوة الناس وعند إرشادهم وتعليمهم الأدب في التعليم قوله اعلم هو دعاء وطلب للتعلم ليس على سبيل الأمر وإنما هو على سبيل الارشاد وإن كان لفظ اعلم هو على وزن فعل الأمر اعلم على وزن افعل يدل على الوجوب ولكن هنا يستعمل والمقصود به الارشاد والندب والتعليم والنصح وإرادة الخير بمن يقرأ ومن يسمع ومن يتابع فهو يرشدك إلى التعلم ثم استعمل أيضا الدعاء الذي يدل على شفقة المعلم للمتعلم اعلم أرشدك الله لطاعته أي دعاء لك ب أن يرشدك للطاعة والارشاد من الرشاد ومن الرشد يقابله الغي كما أن الهدى يقابلها الضلال فالهدى يقابله الضلال والرشد يقابله الغي وإذا أطلق الهدى فدخل فيه العلم والعمل العلم والعمل ويقابله الضلال لهو الانحراف جهلا وانحرافا في العمل كذلك وإذا جمع بين الهدى والرشاد فكان الهدى المقصود به العلم النافع والرشاد هو العمل الصالح فقول أرشدك الله أي وفقك للرشد والرشاد وهو العمل الصالح بهذا العلم النافع أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم الحنيفية مأخوذ من مادة حنفة وهذه المادة الحاء والنون والفاء كما يقول أهل اللغة هي أصل واحد يدل على الميل الحنيف يدل على الميل فالأصل الحنف أو الحنيف هو الميل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وكون الحنيفية ملة إبراهيم هذه نصت عليه آيات كثيرة قال جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ما هي هذه الملة قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد قال من قبل جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى فبينت الآية أن ملة إبراهيم من الحنيفية وبعدها قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا فبين جل وعلا أن ملة إبراهيم من الحنيفية وأمى وبينا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا لملة إبراهيم التي هي الحنيفية ونحو هذه الآية جاء في موارع كثيرة من كتاب الله عز وجل وبذلك أما قال وبذلك بعث عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي ذكره البخاري في الصحي مؤلقا ووصله أحمد وغيره من حديث ابن عباس وغيره بعثت بالحنيفية السمحة الحنيفية التي هي الميل عن الشرك إلى التوحيد وعن الهدى إلى الضلال قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن ملة إبراهيم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم أيها أن تعبد الله ولا وحده أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذه الحنيفية فيميل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى ما هي أن تعبد أن تعبد الله مخلصا له الدين وكون هذه هي ملة إبراهيم جاء في آية كثيرة قال جل وعلا في حق إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي في كنالية دون الله تريدون أو قال في الآية الأخرى قال 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 أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلق لي فهو يهديه وقال في الآية الأخرى وجعلها قبلها وجعلها كلمة وإذ قال إبراهيم الأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطر براء مما تعبدون يعني تبري من عبادة غير الله إلا الذي فطر أي الذي خلق إلا الذي فطر أخلق أوجد من عدم قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ما هي الكلمة هي كلمة التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين قال جل وعلا مخاطبا وآمر النبي عليه الصلاة والسلام قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شيتم من دونه قال تبارك وتعالى واعبدوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قال جل وعلا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أن تعبد الله مخلصا له الدين والآيات في هذا الباب كثيرة جدا فهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها بدليل الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا صحيح الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالغاية التي خُلِقَ لها الناس جميعا الإنس والجن هي عبادة الله وحده لا شريك له ولكن كذلك العلم به سبحانه وتعالى ولهذا فالله جل وعلا خلقنا لنعلم به ونعبده والدليل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فمما خلقنا له أيضا أن نعلم الله وأن نتعرف على الله جل وعلا بتوحيده وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى وهي تعبد الله وخص الله الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها بدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليأبدون وبدليل وما أمروا إلا ليأبد الله مخلصين له الدين وما لأجله خلق الله الناس جميعا أيضا به أرسل الله الرسل جميعا فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا هذا بيان أن جميع الرسل أصل وظائفهم والذي أرسلوا به وإليه هو التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له وذكر جل وعلا في كتابه أنه بذلك أمر الرسل فسم من ذلك نوحا وهودا وصالح وشعيب وغيرهم أنهم خاطبوا أقوامهم بقولهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره والدليل كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون ليوحدون وما خلقت الجن والإنس أي لم أخلق الجن والإنس إلا لهذه العبادة إلا للعبادة إلا لأن يعبدوا الله عز وجل وما معنى يعبدون يوحدون من أين جئنا بها من أين جئنا بها ومعنى يعبدون يوحدون جئنا بها من ماذا؟ من معنى لسان العربي اللسان العربي من القرآن الكريم ومن السنة ومن لسان العربي وأما من القرآن الكريم فإذا جمعنا الآيات وجدنا أنها تأمر بأن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده مخلصين له الدين وأن نعبده لأنه هو الواحد الأحد والوحدانية قال جل وعلا قل هو الله أحد وهي أبلغ من واحد قال تعالى وإلهكم إله واحد فهو إله واحد يجب علينا أن نوحده ومنهم عن التوحيد فمجموع الآيات إذا جمعنا تدل على أننا لا بد أن نعبد الله وأن لا نشرك به وأن نعبده مخلصين له الدين وأن نخلص له وأن لا نشرك به وأنه هو الواحد وأنه الأحد وهذا كله يدل على معنى التوحيد على معنى التوحيد وكذلك معنى يعبد ليوحد من السنة قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوم هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيء وفي رواية أن يوحد الله وهذا الذي يدل عليه لسان العرب فمعنى توحيد معنى إبادته وعدم الإشراك به والإخلاص له أي أن يوحده سبحانه وتعالى ومعنى يعبدون يوحدون يوحدون ومن هذا جاء معنى التوحيد معنى التوحيد ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال نقول معتقدين نقول قال ماذا قال في مقدمة معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره إن الله واحد لا شريك له إشارة إلى هذا المعنى ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أرى الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو جعل غيره معه أعظم المأمورات التوحيد وأعظم المنهيات الشرك أعظم ما أمر الله به هو التوحيد إبادة الله وحده مخلصا له الدين وأعظم ما حرمه الله الشرك والدليل قوله تبارك وتعالى مبينا أن دعوة الرسل كلهم هي التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة الرسل أن يعبدوا الله واجتربوا الطرد فما الذي بعث الله عز وجل به الرسل عبادة الله تبارك وتعالى وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما الذي لا يغفره الله الشرك وغير الشرك يغفره الله فدل على أن الشرك أعظم المحرمات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا أكبر الكبائر وبدأ بالشرك بدأ بالشرك وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه فالتوحيد عبادة الله وحده لا شريك له وسيأتي معنا العبادة لا وسيأتي معنا العبادة وأعظم ما نهى الله عنه الشرك أو نذكر تعريف العبادة لا أشكر ومعنا يعبدوني واحد العبادة من لفظي وفعلي عبادة يدل على الخضوع والتذلل والانقياد والتطامن والتمسكل وتطلق العبادة بإطلاقين اثنين إما باعتبار الفعل وإما باعتبار المفعول فإذا أطلقت العبادة تريد الفعل عبد فلان الله تعالى عبد فلان الله جل وعلا فما معنى الفعل عبد المقصود الخضوع والانقياد لله صبارك وتعالى خوفا ورجاءا ومحبة خوفا ورجاءا وحبة وتعظيما هذا معنى عبد فيقال فلان عبد لله أي خاضع جامع يجمع بين الخوف والرجاء ومحبة مع التعظيم وتطلق العبادة بمعنى اسم المفعول أي شيء الذي تفعله تقول الصلاة عبادة والزكاة عبادة والأمر بالمعروف عبادة والكلمة الطيبة عبادة والإحسان للجار عبادة وإكرام الضيف عبادة وطلب العلم عبادة وحفظ القرآن عبادة وإصلاح ذات البين عبادة والتسبيح عبادة والتوكل عبادة أي شيء الذي تفعله وهذا وهذا المعنى يعرف بأن بأنه أي العبادة بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يحبه ويرضى ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة إذا قيل لك ما هي العبادة أي شيء الذي نعفل فعله فيسمى عبادة فقل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة التي نرى والباطنة فكل هذا يسمى عبادة نعم وأما الشرك فهو مأخوذ من مادة شارك وهو تدل على يعني وجود غير وجود الغير معك ها فلان شريك فلان أي منضم معه وما المقصود في الشرع فهنا النهي عن الشرك والشرك جعل غير الله مع الله جعل غير الله مع الله هذا كله يسمى شرك وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر نعم والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا هذا الدليل على أن أعظم أمور هو لي التوحيد وأعظم منهيه هو الشرك وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا نعم أمر بالعبادة ونهي عن الشرك الله أعلم صلى الله وسلم وَبَارِكُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَالِيهِ وَصَحَبِهِ اِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ